هذا العمل الكبير في هذه القارة ولكن أعود إلى البدايات ما هي الحالة التي رأيتموها في أفريقيا؟ ما هي الصورة؟ هل هي كما نعرف دائماً أن أفريقيا بلد فقير رغم الموارد الموجودة فيه؟ وزرتم دول متعددة قد يكون آخرها السنغال كنموذج لو حدثتنا عنه الحمد لله وحده والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أما بعد وتعليقاً على هذا التقرير وتحديداً على سؤالكم عن السنغال السنغال هي من ضمن البلدان الأفريقية الأكثر تطوراً لدى السنغال ولله الحمد قيادة تحمل رؤية طموحة أنجزت ولا تزال تنجز أما موضوع الفقر فلا يكاد يخلو منه بلد في العالم طبعاً على تفاوت بين الدول في هذا ورابطة العالم الإسلامي لها حضور في أماكن الاحتياج حول العالم سواء كان للغذاء أو الدواء أو التعليم أو التدريب أو غير ذلك من الاحتياجات كل هذا بالتنسيق المباشر مع حكومة كل دولة وبالمناسبة التعليم في السنغال وأنتم تسألون عن السنغال هو متطور وكذلك يوجد هناك بنية تحتية جيدة وتمثل السنغال أهمية بارزة في قائمة الدول الفرانكفونية ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر